هناك أخبار الصحف والعنوين العالمية نشوفها مع حضراتكم في المحترف يلا نبدأ جولتنا النهاردة في فقرة الصحف الرياضية بصحيفة ماركا الأسبانية صحيفة ماركا ركزت على أورلين تشواميني طبعا لعب ريال مدريد وكوندي لعب برشلونة كوندي الفرنسي اللعب الفرنسي هما الاثنين أصدقاء سابقين وكتبت والآن وقت الحرب طبعا الاثنين اللعيبة على مستوى عالي جدا واحد في ريال واحد في برشلونة وننتظر الكلاسيكو العالمي برشلونة وريال مدريد تحدثت كمان هذه الجريدة عن رغبة برشلونة في التعاقد مع مدافع أتليتيكو بلباو مارتينيز وكتبت فرصة في السوق الصحيفة اهتمت بانطلاق كمان الدوري الألماني باللقاء فرانكفورت وباير مونخ وكتبت انطلاق الدوري الألماني الصحيفة النفسها كمان اتكلمت عن رغبة باريس سان جرمان في التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا وكتبت باريس سان جرمان يدخل سباق السيلفا صحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت اجتماع برشلونة من أجل ماركوس ألونسو وأم تيدي ودون طبعا أكيد وكمان دون أركم وكوندي الفرنسي المنطقل حديثا إلى النادي الكتالوني لسه في اسبانيا مع جريدة آس الأسبانية ركزت الجريدة على الكرواتي لوكا مودريتش ومستوافي الفترة الإعدادية للموسم وكتبت الأسطورة متواصلة يعني مودريتش طبعا سبعة وثلاثين سنة ولكن بيظهر في البري سيزون بمستوى أكتر من رائع وبتقول أن طبعا الأسطورة مستمرة النفس الجريدة تحدثت عن جيرارد بيكيه طبعا مدافع برشلونة وكتبت بيكيه يتمرد الصحيفة كمان اهتمت بأخبار الأندية الأسبانية وكتبت عن أتليتيكو مدريد وكتبت كرينسبان يرغب في فك الصيام أمام قادش طيب نسيب أسبانيا نروح لفرنسا نروح لكيب الفرنسية لكيب الفرنسية ركزت طبعا على الدوري الفرنسي وصراع البدايات وكتبت سباق منذ البداية كمان اهتمت بفريق باريس سان جيرمان وكتبت باريس السنة السابعة هنسيب بفرنسا سريعا ونروح لإنجلترا تحديدا ميرور الإنجليزية اللي كتبت غضب كريستيانو بعد طبعا وصف تيجهاج خروجه المبكر بغير المقبول أضافة الصحيفة البلوز يحاول خطف فرنكي في إشارة طبعا إلى استهداف تشيلسي التعاقد مع فرنك ديونج طبعا لغاية دلوقتي لعب بارشلونة والذي يريده ألمان يونيتد وكتبت انتهاء الجلوس على الرجبة في البريميان ليج البريميان ليج خلاص بيلغي حضراتكم عارفين كان قبل صفارة البداية كان فيه الجلوس على الرجبة ولكن خلاص مع بداية الموسم تنتهي هذه العادة ديلستار الإنجليزية كتبت لا يوجد طريق للعودة بعد طبعا انتقاد تين هاج المدير الفني للمان يونيتد لسلوك كريستيانو رونالدو غير مقبول طبعا بيقول سي يوليتر يعني خلاص أعتقد العلاقة بقت علاقة شبه مستحيلة حضراتكم عارفين كان كريستيانو رونالدو لعب مباراة في البريسيزون مباراة ودية اتغير ما بين الشوتين ولكن بعد خروجه ما عاش طبعا فيه الاستاد لكن خاد الشاور بتاعه وخرج خارج الاستاد وده طبعا كان يعني غير مقبول للمدير الفني الولندي الجديد للمان يونيتد وقال خلاص العلاقة في نهايتها مع كريستيانو رونالدو اشتركوا في القناة